وكأن ما أصابها من ويلات الحرب وآثارها المدمرة لم يكفي هؤلاء فراحوا يستنزفون مقدراتها وينهبون خيراتها غير آبهين بمصلحة وطنية أو بمشاعر إنسانية سبعة آلاف معلم وموظف في محافظة نينوى لا يتبعون دائرة التربية فيها ولا يمارسون أعمالهم في مؤسساتها التعليمية لكنهم فقط يتقاضون راتبا كاملا من ميزانية المحافظة التي ترتفع فيها نسب التسرب من التعليم بسبب الحرب وتداعيتها حقيقة الوضع التعليمي في المحافظة مجري جدا ومكامل الخلل هي كما يلي وجود أكثر من سبعة آلاف معلم ومدرس يعملون في الإقليم غير خاضعين لمدرية تربية نينوى وإنما يتبعون للممثليات هناك في المحافظات الشمالية التي ترتفع بوزارة التربية مباشرة دون المرور بتربية نينوى ويمضي عضو مجلس المحافظة بالقول إن هناك أربعة آلاف من الكوادر التعليمية في المحافظة مختفون وتدعي التربية إضافتهم إلى قوائم الإجازات الإجبارية دون إخلاء درجاتهم الوظيفية حتى يتسنى تعيين غيرهم الجهات الحكومية من جانبها تنكر وجود فضائيين في دائرة تربية نينوى وتؤكد أنهم يتبعون وزارة التربية بصورة مباشرة وبالتالي فإن دائرة التربية لا تملك إزاءهم أي حق إداري أو قانوني بالإقالة أو حجب الراتب هي تابعة طبعاً مباشرةً لوزارة التربية وليس تربية نينوى الصلاحية إنهاء تنسيب الموجودين هناك أما فيما يخص نحن كفضائيين لا وجددنا فضائيين في زواء داخل المنينة الموصل أو خارجها وفي المقابل وهذا هو الهم بل والفضيحة الكبرى فإن أكثر من 15 ألف معلم في المحافظة يمارسون عمالهم التعليمية في مدارسها بصفة محاضر مجاني في ظل وعود حكومية متكررة بتعيينهم بدائرة تربية نينوى بالتأكيد عندما تطلق التعيينات سيتم شمول المحاضرين المجانيين بالتعيينات وعود جديدة تضم إلى قائمة الوعود الحكومية غير المجدية التي تحاول بها الجهات الحكومية تهديئة المطالبين بحقوقهم دون فعل حقيقي يغير الواقع نحو مستقبل أفضل للعراق ولملايين العراقيين